هذه المواقف التاريخية تحسب لا وأصر حتى اليوم الأخير اليوم ما صدر الحكم أظن في 2 يوليو 2013 حكم بعودته إلى مهم عمله كنائب عام وانتظر إلى أن يأتي قرار التنفيذ وراح وقعد كم يوم كده وبعدين راح مقدم استقالته منعا للحركة لكن قطاعات مصر في هذه الفترة كانوا رأس حربة زي المتقفين زي التمرد زي جبهة الإنقاذ زي كل العناصر زي الإعلام الوطني الصحافة اللي كانوا يخديهم موقف بكل قوة بكل جسارة ضد الإخوان وكانوا عامل مشجع ومهم على ثورة 30 يونيو جنبا إلى الجنب مع المؤسسات المختلفة الحقيقة أتذكر في الوقت دا كان في حدثة حدثة الجنود السبعة الذين اختطفوا في 16 مايو الحدثة دي كشفت الجماعة بشكل كويس أوي وأوضحت تورطهم في المؤامرة لو تتذكروا الجنود السبعة دول كانوا في طريقهم من رفح للعريش وكانوا بيرتدوا ملابس مدنية تم إيقافهم عبر مسلحين ملثمين كان عندهم معلومات دقيقة عن الناس دي خدوهم وكان معهم أسلحة سقيلة ومضوا بهم إلى مكان مجهول في الوقت دا طبعا أول ما اتزاع خبر الخطف وغيره في الوقت دا فريق أول عن فتح سيسي دعا عدد من القادة العسكريين المعنيين وتم تدارس الموقف وتم تشكيل خليط أزنة أدارت غرفة العمليات وحطت كل السينيريوهات المتوقعة مرسي ولك إنه حصلت حاجة بيانات باهتة وكلام باه صدرت تعليمات من القائد العام لقوات المسلحة إلى اللواء أحمد وصفي اللي كان قائد الجيش الثاني في هذا الوقت بأنه يحط القوات على أهبة الاستعداد وفي هذا اليوم ألغى القائد العام كل مواعيده واجتماعاته وراح يتابع الحدث أول بول كان فيه شائعات طلعت في الوقت دا بتقول إن الرئيس مرسي ربما يستغل لهذا الحدث عشان يعزل الفريق أول عفتاح السيسي وزير الدفاع ويعزل الفريق صدقي صبح رئيس الأركان وعدد من قادة الجيش إيه اللي حصل؟ طبعا الخطة كانت موجودة ومكتب الرشاد المعتمد دا كويس أول مصدر عسكري طلع وأصدر بيان قال فيه أن الجيش لن يسمح بأن يستغل هذا الحادث لعزل الفريق أول عفتاح السيسي وزير الدفاع بأي حلم من الأحوال وكانت رسالة للجماع إياه جيش مصر مش هيفلط في قيادته ومش أنتوا اللي حتيجوا تدوا قرارات في مساء ذات اليوم عقد اجتماع بقصر الاتحادية برئاسة محمد مرسي وحضور وزير الدفاع الفريق أول عفتاح السيسي ووزير الداخلية اللي هو محمد إبراهيم ورئيس المخابرات العامة كان في الوقت دا اللي هو ورق فتحاتها وهم عاديين مرسي يكشف عن خطة التعامل مع الحادث وهم عاديين فوجئ الحاضرون بأنه بيطلع ورقم ينجيبه فيها مطالب الخاطفين دا لسه خاطفين الصبح فجأ ايه بقى مطالب الخاطفين واحد وقف هدم الأنفاق اللي بتربط بين رفح وغزة كان الجيش في الوقت دا الفريق قول عفتاح السيسي ادى تعليمات بإنه لازم الأنفاق دي تخلص إنها بتشكل خطر على الأمن القومي وعلى المواد الغذائية وغيره اللي بيتموا عملك مليونرات سواء من حماس أو من الناس اللي موجودة في سيناء وده قرار أصاب الإخوان اللي هم شغالين برضو في الموضوع دا بصدمة كمية اتنين يطالب المختطفون أيضا برفع جميع الكمائن الأمنية والعسكرية اللي بتوجد في رفح والشيخ زويد عشان يبقوا براحته تلاتة انسحاب الجيش والشرطة من بعض الأماكن الحيوية داخل سيناء اللي هم محددينها أربعة الإفراج عن جميع من اتهمه في تفجيرات طابة وشرم الشيخ والأزر خمسة إصدار عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم بالإعدام غيابيا طبعا يعني شروط الإزعان وقال لمحمد مرسي هو بيقراها بكل هدوء أصاف طب منين قلت لك أعمل حاج ما حدش عارف فريق أول عفتح سيسي قال بشكل واضح أحذر من خطورة الموقف وإن في حالة غليان داخل الجيش ولا يمكن أن نقبل بالتفاوض مع الخاطفين وإلا انفلتت الأوضاع في سيناء وبل في كل أنحان البلاد وقال إن هذا الحادث هو استكمال لخطة الإرهابيين لفرض سيطرتهم على سيناء والجيش لن يقبل بذلك طبعا مرسي كان رافض الكلام ده لأنه كان بيتحرك وفق مخطط واضح قال بكل هدوء أعصاب لابد أن نعطي فرصة للحوار عشان نضمن حياة الجنود المختطفين لا يا شيخ هذا الحوار مع الخاطفين عشان نضمن حياة المختطفين الجميع اندهش أي حوار مع هؤلاء الإرهابين إيه الحوار اللي حنعملوه لم يكن مرسي مرتاحا لقرار الجيش في وقت سابق بهدم الأنفاق زي بقول لكم لكنه لم يستطع الاعتراض ترك الأمر للجماعة الإخوان اللي اشتغلت أسيسي استمر في موقفه خاصة وأنه كان عارف أن الأنفاق دي بتستغل لغير مصلحة مصر كان الجيش المصري يعي ويدرك أن الأنفاق أصبحت خطر على الأمن القومي وعشان كده يوم الجمعة 17 مايو 2013 كانت رئاسة الجمهورية بقيادة محمد مرسي قد أصدرت بيانا أكدت فيه الايه الحرص على سلامة الخاطفين والمخطفين وكانت دي هي الطامة الكبرى بقت الناس في الشارع مزهولة ايه سلامة الخاطفين والمخطفين هو أنت بتبحث عن سلامة الخاطفين ايه عم الحج في ايه هو أنتوا عايزين ايه بالزبط يبقى أنتوا اللي عاملين العاملة دي وكان الهدف هو عزل السيسي ورئيس الأركان وقادة الأفرار الرئيسية السيسي لم يعطي اهتماما لهذا الأمر أعطى وامره بنشر المعدات والمقاتلين في مناطق مهمة داخل سينة استعدادا لخطة الحسم ولما سيسي أبلغ محمد مرسي بأن الجيش عازم على تنفيذ مهمته لتحرير المخطفين مرسي قال له أنا كلفت جهة أهمة وسيادية بالحوار مع الخاطفين وأنه تلقى ردود إيجابية سارة وأنه خلال ساعات سيفرج عنهم الجهة اللي كان بيتكلم عنها محمد مرسي هي مكتب الرشاد لجماعة الأكوان اللي عايز يتسطر على العال دي في الاجتماع اللي حصل يوم يوم تسعتاشر مايو 2013 بين مرسي ونفس القيادات اللي كانت نعم كان نفس الكلام اللي بيتقال ما فيش جديد غير استنوا يا جماعة اصبروا يا جماعة لكن الجيش كان بياخد مواقف بالاستعداد لتحرير المخطفين في الوقت ده خرج القيادة الإخواني جمال حشمت وقال أن تعامل مؤسسة الرئاسة بالتفاوض مع الخطفين إنما جاء حرصا من الرئيس مرسي على عدم إراقة الدماء يا السلام كلام زي الصحة وهكذا أدركنا أن جماعة الإخوان متورطة بشكل مباشر مع الخطفين وتسعى إلى الحفاظ عليهم ووقف أي تحركات للجيش لتحرير الجنود المختطفين من تشوفتوا أيامها على ما أفتكر الفيديو اللي طلع يناشد مرسي وكذا ويتقول على القائد العام لحبة كانت مفضوحة في يوم 19 مايو عقدت الرئاسة اجتماع مع عدد من الأحزاب الدينية مرسي أراد أن يوفر غطاء سياسي لموقفه المتخازل في هذا الوقت فخرج محمد ياسين ده كان قيادة بالجماعة الإسلامية في هذا الوقت وبيقول أنه فيه خلاب بين محمد مرسي وبين القوات المسلحة حول هذا الملف بل وقال وأظن كان في قناة الحياة أنه أثناء النقاش مع الجهاديين في سينة بعد حادث مقتل 16 جندياً في رفح حددت القوات المسلحة لحما كان عدد من المسلحين كانوا على صلب الحادث وكادت تضربهم بالصواريخ ولكن مرسي منع ذلك على كل حال زي ما بقول لكم في الوقت ده تسرب إلى وسائل إعلام فيديو من الجنود المختطفين تم إرغامهم على تسجيله وأشهدوا فيه بمحمد مرسي ووجهوا انتقادات إلى وزير الدفاع وده أصار حالة غضب شديدة داخل البلاد وداخل القوات المسلحة على كل حال وزير الدفاع قرر إنقاذ الجنود بأي ثمن حدد الجيش منطقة الجنود في قرية صلاح الدين بالقرب من الجورة تم إرسال فرقة مكافحة إرهاب تبع الشرطة والدوم في طيارة حربية خاصة وتقرر إرسال خمسين مدرعة عسكرية إلى منطقة الجورة وصلاح الدين وإغلاق جميع المحاول الرئيسية ومتبعة التحرك عبر الطائرات اللي كانت بتتجول في هذه المنطقة نشروا قوات السعقة قوات مظلات في جميع المحاورة كل الأجهزة الحربية والعامة والأمن الوطني والشرطة والجيش تعاونوا من أجل هذا الأمر وتولى القائد العام متابعة كافة التفاصيل وتنفيذ الخطة يوم الثلاثة واحد وعشرين مايو اللي هو أحمد وصفي اللي هو كان مسؤول عن هذه العملية وكان قادر الجيش الثاني يعني استدعى عدد من قيادات العملية وبلغوا ناس قريبين من الخطفين إن أمامهم من 24 ساعة وبعدها حتبدأ الحرب العنين فضد الجميع طبعا ما التقاش التجاوب ولكن كانت الرسالة هزتهم في فجر اليوم التالي يوم الأربعة 22 مايو استمرت بدأت العملية العسكرية واستمرت أكتر من خمس ساعات وبعد ما تأكد الإخوان من جدية القوات المسلحة خيرت الشاطر أصدر تعليماته للخاطفين بالإفراج عن المختطفين وبالفعل راحوا منفزوه كده وتركوهم في الصحراء وفروا هاربين ولما وصل الجنود المحررين إلى سرية حراسة الحدود دي قريبة من بير لحفن فوجئ قائد السرية بالجنود بيدخلوا عليه فأبلغ له أحمد وصفي قال له فاندم فيه جنود جم ووصلوا إيدينا له أحمد وصفي على طول راح لهم ونقالهم بعد كده لقيادة العريش ولبسوهم ملابس عسكرية وصدر التعليمات من فريق قوة العفتة حسيسي بإزاعة الخبر إزاعة الخبر التعليمات كانت أنه له وصفي يصحب الجنود المحررين ومعهم عدد من قيادات المخابرات الحربية والعامة ووزارة الداخلية ويجوا على قاعدة ألماظة على متن طرائرة حربية خاصة الطائرة وصلت في وقت مبكر وانتظرت لما مرسي قال لا ده أنا روح أستقبلهم وحضر مرسي وروح أستقبلهم قاعدة العام حضر بعد كده وحضر عدد من قادة الرئيسيين وكانت الخطة بتقول لما يوصلوا يجري نقلهم إلى مقر القيادة العامة لقوات مسلحة إنما مرسي أصر على أنه يأخذ اللقطة ويستقبلهم يعني يأتي الأتير ومشي الجنس بعد الساعة 9 الصبح بقليل هبط الجنود وانتهى الأمر وكان فيه مؤتمر صحفي يفترض أن يعقد في وزارة الدفاع إنما مرسي قال لا تعالوا أعقدوه في الاتحادين وأنا أفتكر يومها دعونا وما روحناش لهذا المؤتمر الصحفي لكنه كان يسعى إلى أنه يعني يبان بالوجه الآخر بعد ما الجيش استطاع بقوته وضغوطه أن يتمكن من إجبار الخاطفين على ترك المخطفين شكرا